بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين تقدم الكلام على قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويمزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تكلمنا على هذه الآية وتكلمنا في مناسبة هذا الشهر المبارك رجب وهو شهر الإسراء والمعراج المحمدي عليه الصلاة والسلام وبهذه المناسبة تكلمنا بعض الكلام على الإسراء والمعراج وقلنا فيما مضى إن الإسراء والمعراج هما أمراني ثابتان نصا في كتاب الله سبحانه وقد جاءت الأحاديث فيهما الأحاديث المتواترة ولذلك من جملة واجبات الإيمان الاعتقاد الجازب بإسراء النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه أما نص الإسراء الوارد في القرآن الكريم فهذا كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تكلمنا على هذه الآية فيما مضى وبينا ما فيها من بعض الأسرار وبعض الحكم وقلنا إن البحث في الإسراء والمعراج أولا يتناول ما ورد في إثباتهما نصا ثم ما اجتمل عليه الإسراء والمعراج من انكشاف الآيات والمغيبات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم ما في الإسراء والمعراج من الحكم والعوائد والفوائد التي تعود إلى هذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام فهذا بحث الإسراء والمعراج يقوم على هذه الأمور الثلاثة فما تعلق بإنص الإسراء تقلمنا عليه أما نص المعراج وثبوته في كتاب الله تعالى وكذلك الأحاديث الوارد في ذلك فأما القرآن فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى علمه شديد القواد مرة فاستوى وهو بالنفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أفرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصل وما طغى لقد رآى من آيات ربه الكبرى هذه آيات في أول سورة النجم تنلنا الصم على عروج النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه وبروحه إلى المليل آلة إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى عالم الجنة ثم إلى ما هنالك من عالم سمع فيه صريف الأقلام ثم ما هنالك من عالم الكرسي وعالم العرش فلقد أرى الله تعالى رسوله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام أراه من الآيات الآيات الكبرى وهذه الآيات الكبرى نبينها مفصلا بعد إن شاء الله تعالى فهذا قوله سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى هذا كلام الله تعالى بدأه سبحانه بالقسم ثم ذكر صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته ووفاءه وصدقه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك عروجه ورؤيته للحقيقة الجبريلية ثم ذكر تجني رب العزة عليه عند عالم سدرة المنتهى وهناك تجلى عليه رب العزة فرأى ربه سبحانه وتعالى ولكن المهم يا أيها الإنسان أن تتفهما هذه الآيات المحكمات لا تمرن على هذه الآيات مرورك على الشعر أو النسر إنها آيات محكمات متناسبات مرتبط بعضها ببعض فأولا بدأ الله بالقسم ولقد أقسم بالنجم قال والنجم إذا هوى والمراد من نجمه لا الجنس أي جنس النجوم السيارة التي تهوي بالسرعة الزائنة من الشرق إلى الغرب والنجم أي النجوم التي تهوي مسرعة في سيرها مع كبر حجمها وعظمة جرمها تهوي هويا سريعا فتقطع هذه الأبعاد السماوية الكبرى إذا كانت تفكر في سيرها ولا بلاء في الأسفار البعيدة يا إنسان هاكبا جوا وبرا وبخرا إذا وعلامات وبالنجم يهتدون فلما قال ما ضل صاحبكم وما غوى أي بله وعلى الهلا والرشام فإذا كانت هذه النجوم تهتدون بها في ظلمات البر والبحر فهناك النجم الذي هو أنور النجوم والنجم الذي جمع نجوم القرآن كلها جمع نجوم القرآن كلها وجاء بنور أقوى من هذا النور نور النجم إنما هو للعين أما سيدنا محمد فهو النجم الجامع لأنوار نجوم القرآن كلها جاء يهدي بها العالم فإذا كانت النجوم علامات ومن نجمهم يهتدون فنجم سيدنا محمد الجامع لنجوم القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن والجامع للأنوار كلها العالم أحوج إليه من هذه النجوم السماوية يا إنسان يا ما قال ما ضل أي بل هو على الهدى وما غوى بل هو على الرشان ومنه الهدى والرشان ومنه ينبع الهدى والرشان ثم قال ما ضل صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل بل هو على الهدى الضلال قبل الهدى وما غوى بل هو على الرشان وقال ما ضل صاحبكم هذا خطاب لقريش وغير قريش ممن عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خطاب للعرب الذين عرفوا صدق رسول الله لأنه صاحبهم تربى بينهم ونشأ بينهم ولم يعتروا له على ذل ولا خطيئ ولا كذب ولا خيان وإنما يعرفون صدقه منذ صغره إذن هذا محمل صاحبكم صلى الله عليه وسلم أي معروف عندكم بالصدق بالأمانة بالوفاء العهد وهكذا بالتزامه بأدبه بأخلاقه بكمالاته ما لمستم عليه منذ كان صغيرا إلى أن صار شابا إلى أن صار في سن العربعين ما لمستم عليه وأنتم تربى بينكم ما لمستم عليه إلا الصدق والأمانة لذلك قال ما ضل صاحبكم أي صاحبكم المعروف المعروف عندكم هل أنتم لمستم منه ضلالة أو أعثرتم منه على غواية أو على زل أو معصية أو كذب أو مخالفة لا هو معروف عندكم هذا إلزام لهم في الحجة لأنه الصادق الأمين باعترافهم وأنه ما ضل وما غوى باعترافهم إذن الذي هو ما ضل وما غوى في صغره في شبابه في كبره كيف بعد ذلك يصي في سن الأربعين ثم يفتر الكذب على الله جل وعلا كيف هذا يتصور ما ضل أيدي ما مضى من الصغر والشباب وما يضل فيما بعده لا يمكن إذن وهو معروف عندكم إذن كل ما جاء به فقال قال الله نعم قال الله حقا وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى لأنه هو الصادق الأمين فلم يكذب على إنسان كيف يكذب على رب الناس ولم يخن ولم يعصي ولم يزل وما لمست منه من صغر ولا في كبر إلا الصدق الأمان باعترافهم إذن كيف هذا يكوب على ذلك يفتر الكذب على الله جل وعلا ويقول ما لا هذا ما يكون ولهذا قال ما ضل صاحبكم أي البعروف عندكم وما غوى وما ينطق عن الهواء ما ينطق عن هوى النفس ولا عن دواع النفس ولا ما فيه الأهواء المخالفة إنما ينطق بالحكم العالية وما منطقه بذلك إلا عن رب العالمين إنه إلا وحي يوحى ما منطقه بالقرآن ولا منطقه بالسنة وأقواله صلى الله عليه وسلم ومواعظه ولا في أقواله وأحاديثه ولا في أموره ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى فالقرآن الذي نطق به عن الله هو كلام الله والحديث الذي جابه هو بوحي من عند الله فهناك الوحي القرآن وهناك الوحي النبوي وكل منهما بوحي من عند الله جل وعلا ولهذا ولهذا كما جاء في الحريف قال عبد الله بن عامل بن العاص كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بعض قريش لا تكتب كل شيء تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب أي ربما يعني هو يغضب صلى الله عليه وسلم فيقليه الغضب عن نزاج المعتدم أي فتكلم بكلمات ليست هي متازنة فتكتبها عليه إذن لا تكتب كل شيء قال عبد الله فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي لأنهم يقولوا له بعض الناس لا تكتب كل شيء عن رسول الله خذوصا حالة الغضب عنه فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله اكتب كل شيء تسمعه مني اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه إلا الحق وأشار إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام قال فوالله ما يخرج منه أي ما يخرج منك من نبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم إلا بالحال حالة الرضا حالة الغضب حالة الصحة حالة المرض إلى في كل كل كلامهم موزونا حكيم معتدل ما فيه انحراف ولا عرياج ولا خطأ ولا خطيئة ولا زل ولا إلى آخره فإن الله رب العالم هو عصمه عليه الصلاة والسلام فكان عبد الله يكتب كل شيء كما بيّن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونياذا قال سبحانه وما ينطق عن الهوى أما أنك قد تقول وما ينطق أي القرآن يعني ما ينطق عن الهوى قل له يا هذا ما قال وما يقرأ عن الهوى وما قال وما يتلو عن الهوى حتى تقول هذا بخصوص القرآن قال سبحانه وما ينطق عن الهوى فالنطق أعم من القرآن ومن التلاوى يا إنسان والقرآن نذل بلسان عربي مبين فلا تخرجه عن اللسان العربي المبين يا إنسان إذا كان في قلبك الشيء لا تخرج نصص القرآن عن وزنها وميزانها قال ما ضل صاحبكم وما غوى إذن بل هو معصوم بأسمة رب العالمين ما ضل حتى في الصغر ولا في شبابه فكيف هو بعد ذلك يقع فيما يقع منه فلا يمكن بل هو المعصوم ما ضل ولا يضل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى أي واسطة تعليمه عن رب العالمين هو شديد القوى جبريل الأمين عليه السلام ممرة فاستوى أي ذو حصافة وزكاء جبريل عليه السلام فاستوى أي ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفق العالم وابلطق الأعلى ثم دنى فتدل دنى جبريل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدلى لهم في القضاء قال ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى أوحى الله إلى عبده أي ظهر جبريل ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أي بل فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام هو مصدق لما رأى وهو يعلم أن هذا هو جبريل بالحقيقة الجبريلية وهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الصورة الجبريلية الحقيقية في بطحاء مكة في مبدأ النبوة كما جاء في الحديث فرأى جبريل بين السماء والأرض له ستمائة جناح كل جناح منها قد سدم بين السماء والأرض ولما رأى ذاك المنظر هل إن الفؤاد تغير وهل شك في أن هذا جبريل لا ما كذب الفؤاد ما رأى وهذا هو جبريل وهذا هو الأمين الناس بالقرآن ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أي أفتمارون تجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رأى وما يرى إنه رأى وما وهو يرى أمورا أنتم ما عندكم قوة أن تروها فإذا كنتم أنتم لا ترون فلا تنكروا على الذي يرى وإن رسول الله يرى ما لا ترون ويسمع ما لا تسمعون لأن الله أعطاه قوة في السمع وفي البصر لا تجد في غيره فلا تخالفوا ولا تجادلوا أفتمارونه على ما يرى الظاهر أن يقال أفتمارونه على ما رأى نام المرام على ما رأى وما يرى فهو رأى ويرى ويرى أمورا غيره ما يراها صدر الله عليه وسلم ولقد رآه نزلة أخرى رآ رسول الله جبريل بر ثانية ليلة المعران حين وصل إلى صدرة المنتهى رآه على الملكية الجبريلية أما في كثير أحيان كان ينزل هكذا بصورة الرجل أو يأتي بالصورة الملكية لكن ما هي تلك الملكية الجبريلية التي ملأت السماوات الأرض قال ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى رآ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رآ جبريل مرة ثانية عند صدرة المنتهى أين صدرة المنتهى؟ قال عندها جنة المأوى أين جنة المأوى؟ قال فوق السماوات السبع إذن رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وكان سيدنا محمد بجسمه صلى الله عليه وسلم وبروحه عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى ورآ جبريل إذن هذا صريح في أن جسم رسول الله وصل إلى ذاك الموضع عرق بجسمه وبروحه ورآ ما رأى ورآ جبريل في المقام الجبريلي وأين مقام جبريل؟ عند صدرة المنتهى وأين صدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى وأين جنة المأوى يا إنسان؟ أين أرض؟ بالحارة الفلانية أين أرض؟ إنما جنة المأوى فوق السبع السماوات إذن حقيقة بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام انتهى ووصل إلى ذاك المكان إذن بعد هذا تقول إنه الأضير معراج جسماني والرحاني قل له يا جبري مضى أشكال في الموضوع الأمر صريح أن سيدنا محمد بجسم وروحه صار عند صدرة المنتهى صدرة المنتهى عن جنة المأوى فوق السماوات الطبع إذن لا تشكة وتقول إنه جسماني والرحاني ولا إلى كل حد جنون وحاجة ظنون إنما القضية صريحة أن المعراج والجسم والروح ثم يا هذا قال عندها جنة المأوى إن يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طعا إذن انتبه ها هنا هذا مرحلة أعلى وهو أنه أن الله تعالى تجلى عليه بالرؤية ها هنا ها هنا موضع بحث الرؤية إن يغش السدرة ما يغشى أي السدرة عالم السدرة وهو العالم الكبير المحيط السماوات السبع محيط السماوات السبعة عالم اسم عالم السدرة وهي سدرة المنتهى ينتهي إليها ما دونها وينزل إليها من حوقها من العرس من الأوامر الإلهية ولها شؤولات اعتبارات خصوصيات يا إنسان وإليها تنتهي أعمال الصالحين إليه يصعد الكلم الطيب وأنوار أعمال تضرب عند العرش يا إنسان إذن عند سدرة المنتهى وهو عالم كبير كما قلنا محيط في السماوات السبع وسمي السدرة لأنه على هيئة الشجرة على هيئة الشجرة الشجرة فرى عالم السدرة شجرة محيطة في السماوات السبع لكن إيه الشجرة شجرة عظيمة كبيرة يا إنسان شجرة عظيمة كبيرة كما وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث المعران في الصحيحين فإذا نبقها مثل قلال هجر أي فمراتها كالخابية الكبيرة من قلال أي خابيات هجر بلد معروفة وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وقال في الحديث وإن الراكبة وهذا في غير الصحيحين رواه الحاكم والصحة هو غيره يقول عليه الصلاة والسلام عن أم سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السدرة ليمشي فيها الراكب يمشي فيها الراكب ألف سنة لا يقطع الفمن الواحد منها أي الغصن الغصن الواحد يمشي الراكب السريع السير على ظهر الخين ألف سنة لا يقطع ظل الفمن أي الغصن الواحد من أرصانها إيش هذه الشتجرة هذه صدرة المنتهة لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى صدرة المنتهة وقال على المقام الجبريري وهناك تجلى رب العالمين على سن محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية وهذا هو إذ يغش السر ما يغشه إيش غشيها قال حبر الأمة وغيره غشيتها أنوار رب العالمين أي غطتها إذ يغش السر يغطيها هذا السر الكبير العالم الكبير هكذا غشته وغطته أنوار رب العزة حين تجلى رب العزة على سن محمد ورأى سن محمد بعينيه رأى رب العالمين جل وعلا إذن لا تنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين هذا واقع هذا وارد إذ يغش السر أي غطيها ويتغشاها أنوار رب العالمين إذ يغش السر ما يغشه أي أنوار وأشرار لا يمكن للسان الإنسان أن يعبر عن وصفها ولذلك قال لما غشيتها أنوار رب العزة تغيرت أي تغيرت عما كانت وقال فلن يستطع أحد من خلق الله أن يصفها ما يمكن أحد من خلق الله أن يصف جمال السدرة وأنوار السدرة حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصا بسيدنا محمد صلى الله وسلم كما جاء في صاحب مسلم أنا بالذب سألت النبي صلى الله وسلم هل رأيت ربك؟ قال نعم رأيت نورا أي تجلى علي بالنور فما قال ما رأيك؟ قال نعم رأي بالنور نورا إني أراه أي بنوره رأاه سبحانه وتعالى وما يتراه إلا في أنواره يا إنسان إذا تجلى حبيب بأي نورا أراه بنوره لا بنوره فما يريك سواه يا إنسان إذا أنت أردت أن ترى الشمس بلا تشبيه والشمس خلق من خلق الله جل وعلا فما هو الذي يريك الشمس يا إنسان؟ أي نور النور الكهرباء ولا نور الغاض أو القاضي لآخرة إذا لم تمد أنوارها عليك ولم تشرق بأنوارها عليك ما ترى عينها يا إنسان إذا ما يريك نور الشمس إلا نورها وإشراقاتها ولا يمكن أنك ترى رب العزة إلا بأنواره جل وعلا يا إنسان لهذا قال رأيت نورا قال إن نورا إني أراه وهذا هو قوله العباس لقد غشيتها أنوار رب العالمين إذ يغشى السدرة ما يغشى قال ما زغى البصر وما طغى أي حين تجلى عليه رب العالمين في عالم سدرة المنتهى وكان التجلي تجليا نورانيا أعظم فكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام هل أنه صعق كما صعق موسى الكريم عند جبل الطور؟ وكان التجني على جبل الطور فقط تجلى ربه للجمل خاصة ما تجلى على كل الأرض يا إنسان ما ذلك ما ثبت موسى الكريم بل صعق فحين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند عالم السدرة أي العالم الذي انطوت فيه السماوات السبع والأرض السبع عالم السدرة محيط في الكل إذن عالم كبير التجلي كان آمم أكبر فماذا كان حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت أم صعقا أم كيف كان حاله قال ما زاغ البصر وما طغه أجبب أو لا ما صعق ما صعق بل البصر ما زار وما طغه ما زاغ أي ما حار البصر وما طغ البصر ما جاوز المنظور إليه وما على عادة الإنسان إذا بهره النور القوي إذا بهر نظرك النور القوي أنت أبين أحد أمرين إما أن يحار بصرك ما ترشيك وإما أنك تلتفت يطرى بصرك أن يجاوز المنظور يميناً والشمال حتى تريح بصرك يا إنسان إذا قوي عليك النور هذا حارك فلما اشتد النور التجلي حين تجلى رب العزة على سيدنا محمد صلى الله بالتجلي النوران الأعظم هل زاغ البصر حار بصره لا هل طغ البصر جاوز المنظور إليه التفت لا بل هو صاح سابت متمكن ينظر إلى جمال الله كتابه إذن هذه شهادة من رب العالمين بقوة سيدنا محمد صلى الله وأن المقام المحمد الذي خصاه الله به ما أحد يمكن أن يناله لم يناله موسى ولا عسى ولا إبراهيم ولا ومع وإنما هو خاص بجنابه الشريف عليه الصلاة والسلام قال إذ يغشى السدرة فهذه آية في الرؤية فلا تنكر معاني الآية نعم لقد رأى جبريد نعم رأى جبريد كما هو الدليل في الأحاديث هذا ولكن أيضا رأى رب العزة رأى رب العزة عند عالم السدرة والآية كلها صريحة في المومور ولا تكون مسألة خدافية وفيها ما فيها لا لا يا إنسان وإنما القضية كما عرضت لك والحق واضح إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى وهذه آية كما قلنا الآن تدل على سقوط رؤية رسول الله رب العزة جل وعلا فلقد أراه الله الآيات الكبرى ولقد تجلى رب الآيات على سيد محمد صلى الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى أراه الله الآيات الكبرى كبريات الآيات وهل أنه رأى رب الآيات؟ نعم فرأى رب العزة جل وعلا ورأى الآيات من الآيات الكبرى السماوات وما فيها وأبوابها وملائكتها عليه السلام وعالم سدرة المنتهى الكبير العظيم الذي فيه ملائكة لا يعلم عدها إلا الله وقد اجتأذنت الملائكة ربها أن ترى رسول الله عند عالم السدرة وأذن الله له وكلهم نظروا إلى جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد رأى رسول الله عالم الكرسي ولقد رأى سلم محمد صلى الله عليه وسلم عالم صريف الأقلام وسمع صريف الأقلام ثم قالت لأن الله أعضى قوة في السمع قوة في البصر كما بينا لك في قوله لنرياه من آياتنا إنه هو السمع البصير هذه فاتح سوة الإسراء لنرياه من آياتنا فنتيجة الإسراء العروج ونتيجة العروج رؤية الآيات الكبرى وسماع الآيات الكبرى لكن بأي قوة قال إنه هو السمع البصير الله السمع البصير آفا صيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة في السمع قوة في البصر فسمعه وبصره صلى الله عليه وسلم إذن القضي قوة من الله فبالقوة الإلهية عرج به إلى السماوات سبع الطبار وبالقوة الإلهية شاهل ما شاهد وبالقوة الإلهية سمع ما سمع وما سماعك وبصرك قوات إلا برب العالمين يا إنسان إذا الله تعالى أمدك بقوة فعنتك قوي وإذا ما أمدك بقوة والله لا يمكن أن تحمل ولا بسمار يا إنسان وإذا أمدك الله بقوة البصر فأنت تبصر وإذا طمس البصر عليك ما عنده قوة أن تبصر ولا ولا إيش ولا أدنى شي يا إنسان إذن يا إنسان الله المسمع الله المبصر الله المقوي الله الممن وقد أعطى سيدنا محمد قوة أعطاه قوة خاصة في سمعه وبصره وجسمه وعقله صلى الله عليه وسلم وجميع حواسه فرأى ما رأى وشاهد ما شاهد ولهذا قال لنورياه من آجنا إنه السمع البصير هذه الآيات قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأى هناك السموات السبع الطبار ولها أبواب متعددة وكل باب له رصصية وكل باب عليه حجاب أيضا ولذلك لما أعرج به صلى الله عليه وسلم كان له باب معين أن يدخل منه إلى السماوة ولفاستفتح جبريل أي من باب معين مخصص في العروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الباب مسامت لصحرة بيت المقرف يا إنسان وعلى هذا فاستفتح جبريل تفتح لك قال أم والمع قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فلنعم المجيء جاء كما تقدم في الحديث فمعنى ذلك أن السماوات محجومة لا يدخلها داخل إلا بإذن من الله جبريل وأن لها أبواب قال بس أفتح جبريل جبريل سيدنا محمد استفتح أي طلب من الباب وضع لي أفتح إذن ما هي الأضية أنك تدخل وتدخل وتدخل تطلع كما تريد إنسان وإنما الأضية ما يمكن أن تدخل السماوات إلا بإذن من الله جل وعلا فالسماوات لها أبواب ولذلك الأفار لا جسما ولا روحا لا يمكن أن ندخل السماوات قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماوات ولا يدخلوا للجمع حتى يجي الجمل في سم الخياط إذن الكافر لا تفتح لهم بواب السماوات حتى ولا لروحه بعد الموت روح المؤمن ترفعها الملائكة إلى السماوات كما ورى في الأحاديث يا إنسان تارج الملائكة بروح المؤمن بعد الموت إلى السماوات فتستفتح الملائكة فيفتحون لها وتستقبلها أهل السماوات ثم حتى يعرض به إلى رب العزة فينقى ربه وهو عنه راض ثم يأم الله تعالى برده إلى مقامه هذا عروج روحان لكل مؤمن بعد الموت أما روح الكافر بعدما يموت الملائكة تأخذ بها إلى السماوات فتردها أهل السماوات ولا تفتح لها أبواب السماوات ويقال ردوه في أسل السافر لك الله العظيم إذا روح الكافر ما يمكن أن تدخل السماوات كيف من جسمه يا إنسان أما هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه الأقمار وهذه الشروط فهي كلها دول السماوات يا إنسان كلها تحت السماء ولهذا قال سبحانه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا جعل في السماء أي في جهة السماء العالية أي وهو جو السماء الذي نراه في سماء بروجا أي تلك الكواكب المجتمع إلى بعض كالبروج في السماء قال وجعل فيها أي في العلياء السماء أي في جهة السماء الأولى سراجا أي شمسا وقمرا منيرا فكلها في هذا الفضاء وكلها في هذا الجو العالم أما أنك تظن أن النجوم داخل في السماوات لا ينسى ما في دليل على هذا وإنما كلها دون السماوات وإن السماوات أعلى بكثير من هذا والسماوات كما قلنا لها أبواب ولهذا بيّن الله تعالى أن النجوم إنما جعل الله تعالى حفظا حفظا من الشياطين حتى ما تقارب أبواب السماوات وجعلها مصابيح لأهل الدنيا لا شك أن المصابيح تحت السقمية فوق السقمية والسماو والنجوم زين للسماء والزين تكون تحتها تكون فوقها يا إنسان وعلى هذا فقد رأى رسول الله السماوات السماء وما فيها من الملائكة رأى في السماوات ملائكة لا يعلم عبدهم إلا الله قالك ما في الطبران وغيره لما فتح لنا باب السماوات فقبلنا ملك يقال له إسماعيل هذا رئيس ملائكة السماوات الأولى بين يبيه سبعون ألف ملك وبين يبي كل ملك من سبعين ألف ملك بين يبيه ألف ألف ملك هذا كله تحت أمر خازن السماء الأولى إسماعيل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة رأى ملائكة في السماوات تون أحابهم ألف سنة لا ليس لهم عد يمينا ولا شمالا فاكذا اليمين ما لهم أول شمال ما لهم آخر يا إنسان ولا تعجب من ذلك فلقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حملة العرش قال إن لله ملكا من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي كتفي مسيرة سبعمائة عام سبعمائة سنة ما بين أذنه إلى كتفي إذن إذا قل لك الملك طول السنة إذا تعجب يا إنسان فمنائكة الله هم كثيرون وهاكبا ولهم طول وقوة الله تعالى عطاهم قوة جبريل الأمين بريشة من جناح واحد من ستمائة جناح قلع خمس مدائن رأسا على عقب ومن جملتها مدائن قوم يوقيا إنسان إذن هكذا ملائكة رب العالمين جل وعلا فلقد عاين رسول الله ملائكة السماوات وعاين هناك من الآيات الكبرى السدرة المنتهة وعاين عالم الكرسي ورأى العرش ورأى أنوار العرش ورأى العرش وهكذا وقوائم العرش فهذا كله بقوة من رب العالمين حتى قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه والكرسي وما حواه في العرش كتلك الحلقه السماوات السبع والأراضون السبع في عالم الكرسي قال كحلقة في فلاه قال تعالى وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالم الكرسي تحت عالم العرش يا إنسان من جملة ما في عالم الكرسي السماوات والسبع والأراضي السبع وفي الكرسي عوالم نتكرسة لا يعلمها إلا الله الكرسي وما حواه من سماوات وأراضين غيرها من العوالم هيا بالنسبة لعالم الكرسي قال كحلقة في فلاه كحلقة في فلاه إذن يا إنسان الكرسي عالم كبير وفيه عوالم متكرسة أي مجتمع والكل هو آمن في عالم العرش وعوالم العرش لا يعلمها إلا الله ورأى رسول الله عوالم العرش ورأى أيضا الأنوار أنوار التي هي تتدفق من عالم العرش حتى قال كما في الحديث الذي راه بن أبي الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على رجل مغيب في نور العرش أي هو غاية في نور عرش الله جل وعلا قال فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تعالى لسانه رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه أي لم يجر لعنه ولا مسب على والديه أي ما تسب في عمل شار حتى الناس سب والده فلذلك أكرمه الله هذا الأكرم فهو مغامر وغايف في أنوار عرش الله لأنه كان دائما على ذكر الله لسانه رطب من ذكر الله معلى ذلك أي دائما على ذكر الله يا إنسان ولا شك أن من كان هكذا شأنه وهكذا وصه في حسن حاله ولم يستسب لوالديه ولم يجر على الناس شرا ولا سوءا وهكذا وقلبه معلق بالمساجد والمساجد بيوت الله فلا يتعلق بها إلا أحباب الله إذن فق أن يكون غائبا فيه العرش الله جل وعلا إذن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش وأنوار العرش ورأى الجنة ورأى الناس صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك الأزهر ترابها الذي يداس عليه ويوطأ تحت الأرجل ترابها المسك أزهر والجنابذ التي تبنى منها القصور قطع اللؤلؤ والياقود تبنى من قطع واحدة عدة قصور يا أنسان مجوفا وهكذا ومنمق ومزخرفا إنما هو من لؤلؤة واحدة رأى جلابذ اللؤلؤ إذن جنة جنة الله يا أنسان وأطلاعه الله على النار خال أهل النار وإن كانت النار في سجين لكنه وقف موقفا في علوه وعليائه كشف الله له عن أسل السافرين فرأ النار في سجين وأسل السافرين وقال الطلاة على أهل النار فإذا عامت من دخلها النساء أي أكثر آليا النساء لما؟ قال لكثرة فسطهن وفساتهن وإن كنا وإن كان هناك الطيبات الصالحات لكن الأكثر قال فيها الفتنة والفساد والشرنة الله العافية وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر آهل النار قل بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قطف تكثرنا اللعنة وتكثرنا العشير قال يعني المرأة في أبناء شيء تسب وتشكم وتبعو وهكذا وتزبد وترعد تكثرنا اللعنة قلت لأنه تلعن وشتم تشتم وسب تسب إلى آخره قالوا أيضا ويكفرنا العشير أن يكفرنا نعمة الزوج وحسن مودته وصفته متى قصر ولو قليلا وإذا بها تنكر الشيء الكثير يعني هذا من حيث الجملة وإن كان هناك الطيبات الصالحات القانتات الحافظة في حلول الله قالوا ولكن أكثر إنما هو هكذا ومن هنا أمرهن عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصدقة لأن الصدقة تدفع الخطايا ولكن من أين تتصدق لا من مال زوجها وإنما من مالها ولا يجوز للمرأة أن تتصدق ولا بقليل من مال زوجها إلا برضا إما إذن صريح أو بالدلالة على الرضا وإما أنها تجود على فلان وفلان إلى خل من مال زوجها لا 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 أخوها أبوها جدا لا لا ما يكون يعنسا إلا برضا رضا الصريح أو الدلالة يعنسا فأمرهن صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن من مالهم وأن يكسرن الاستغفار أي حتى إذا بدأت منهم ضوالي وبدأت قادر يكون هناك ما يكفر الذنوب وقلنا هذا من حيث الجملة وإن كان هناك الصالحات القالدات ولا شك يا هذا ولقد وصف الله النساء الصالحات وأثنى عليهم كما أثنى على صالح الرجال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالدين والقالد إذ آية كما هم معلوم إذن لا تكون يعني كل النساء هكذا إنما هم في جهنم أو كذا إلى آخر لا يا هذا إنما هناك في أطيل صالحة وهناك فيهن الكثير التي هي فاسقة سافرة فاجرة ومنها آدم التي تلعن ومنها التي هي تنكر عشرة سوء إلى آخر هذا فقد رأى رسول الله رأى رأى أهل النار وأكبر عن أهل النار ورأى عليه الصلاة والسلام رأى الزناتة كيف يعزبون الزاني والزانية ورأى أكلة الربا وكيف بطولهم مندفخة كأنها البيوت رأى أكلة الربا بطولهم كالبيوت مملوء حيات وسعابين قيل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا ورأى المغتابين والنمامين والمفسدين والمؤزين بعباد الله رآهم كيف يعزبون قال عليه الصلاة والسلام قال لقد مررت ليلة أسريبي بأقوام لهم أغفار من نحاس يخمشون بيها وجوههم أصال نحاس يخمش وجه لهم وجه وقال قلت من أولا يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أن يأكلون لحوم الناس بالغيبة يغتابون اثنان 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 إلى آخرين ولا شك أن الغيبة أن يأكلوا لحم أخيك قال ولا يغتب بعضكم بعض أيحبوا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يعني إن أمر الغيبة أمر عظيم عند الله فهذا الذي يغتاب الناس يخمش وجاه بأغفار من نحاس وهذا الذي يقع في أعراض الناس ويتكلم فلان وفلانه وهكذا وإنما هو كذب والمفتراءات أباطيري عن سن هذا لا يجنجي عن سن إياك وأن تقع في أعراض الناس إياك وأن تقع في غيبتهم إياك وأن تنم عليهم فإن العذاب في ذلك شديد عند الله جل وعلا فكل هذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه صلى الله عليه وسلم ملال أعلى قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى قال ملأ الأعلى أي حملت العرش ومن حوله فإذا جبريل وعليه السلام كالحلس البالي من خشية الله من جملة الملأة على سيدنا جبريل وأنت تعلم أن حقيقة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام له ستمائة جناح كل جناح يسد ما بين سماوات الأرض هذا جبريل هذا جبريل العظيم الكبير الذي أعطاه الله القوة شديد القوة وهكما وإذا به موقفه مع رب العزة من شدة الخشية والمهابة من الله قال فإذا جبريل كالحلس أي كالثوب البالي من خشية الله أي متلاشية رايح كأنه راح الزوبان من مخافط وخشية رب العالمين إذا هذا شأن من عرف رب العالمين إنما يخشى الله من عباد العلماء فجبريل عنده معفة كبيرة برب العالمين يا إنسان وموقف العلم موقف الخشية وكلما عرفت من عظمة الله ازدت منه خشية وازدت منه هكذا خوفا وازداد حبك لرب العالمين قال مرلت بالمليلانة فإذا جبريل أي الذي هو جبريل وما أدراك ما جبريل وما أدراك ما قوة جبريل وما أدراك ما هو آضا قوة جبريل المال وإذا بيك الحلس البالي من خشية الله جل وعلا وهكذا رأى ما رأى صلى الله عليه وسلم ورأى الغسل والأنبياء صلوات الله عليهم ورأى كلا في مقامه الذي أقامه الله فيه وتحدثا معهم وهكذا ولقي إبراهيم وموسى وعيسى وتحدث معهم وتذاكروا أمر الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بإبراهيم وموسى وعيسى قال فتذاكروا أمر الساعة فردت الأمر إلى إبراهيم قال لا علم لي بساعة رد الأمر إلى موسى قال لا علم لي بساعة رد الأمر إلى عيسى قال أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله أي الدقيقة التي تقوم ساعة لا يعلمها إلا الله ولكن فيما عهد الله إلي أن الدجال يأخذ آخر الزمن فأنزل ومعي قضيبان فإذا رآني عدو الله ذاب كما ذو بالرصاص إذن سيدنا عيسى هو في السماء الثانية رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو في السماء الثانية لسبب لأن قضايا الآخرة وأشراط الساعة أوامرها هي في السماء الثانية لأن الله تعالى قال وأوحى في كل سماء أمرها أقبالك يا إنسان وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاف بكل شيء علم فأوامر مودعة أو دعه الله في السماوات وكل سماء فيها أوامر غير أوامر الثانية لأن هذه الأوامر هذه كلها إلى أوقات ظهور ولا أحكامها فمن جملة أوامر السماء الثانية ما يتعلق بأوامر أشراط الساعة وحال القيامة وما هلالك كل هذا في السماء الثانية فتلك الأوامر لابد تتنزل تظهر يا إنسان ولذلك قال يتنزل الأمر بينهم قال وأوحى في كل سماء أمرها أي النافذة في عالم أرضها إذن يا إنسان الأمور منوط بعضها في بعض فسيدنا عيسى الآن في السماء الثانية يعلمه الله ويطلعه على أحكام قضايا أشراط الساعة وآخر الزمن فحين ينزل ينزل على علما بما سيجري في عالم الأرض ومن الجملة أخبر عن ظهور الدجال وأن الدجال يضل في آخر الزمن قال فأنزلوا ومعي قضيبان فإذا رآني عدو الله ذاب كما ذوب الرصاص وهذا كما جاء في الأحاديث يا إنسان أحاديث دجال متواثرة فإذن رآ رسول الله جميع هذا رآ ما هنالك واطلع واطلع على أوامر سماوية وأرضية وكرسية وقال لما فررت ليلة أسرية بي من أمر السماوات والأرض قلت يا ربي إنك أعطيت إبراهيم عليه السلام أنك اتخلته خليلا وكلمت موسى تكليما وأعطيت لداول الجبال يسبحن بالعش والإشراف وأسخرت الريح لسليمان فماذا أعطيتني فقال لقد أعطيتك أفضل من ذلك يا محمد إنني لا أذكر إلا ذكرت معي أي أنا رفعت مقامك فوق المقامات حتى رفعت ذكرك فوق كل مذكور من الأنبياء والرسل قال رفع ذكرك باسمه سبحانه إذن هذا شرف كبير قال يعني كيف قل انظار في القرآن دائما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول وأكد في الطاعة وفي المحبة والله ورسول أحق لرضوه كانوا مؤمنين في الرضا في أمور وأمور ومن الجملة في الأذان في التشاهل وفي الإقامة إلى ما ورع ذلك يا إنسان أمور وأمور فقال لا أذكر إلا ذكرت معي يا محمد إذن رفع الله مقاما فوق كل المقامات ولذلك رفع ذكراه فوق الملكورين كلهم باستلعي والمدح قال وأعطيتك جعلت صدور أمتك أناجير يقرؤون القرآن ظاهرا أي جعل صدور أمتك إكراما لك جعل صدور أمتك مصاحف مكرمة فهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب هذا ما وجد في الأمم السابقة يا إنسان ما كان أحدهم السابقة يحفظ التوراة إنما الرسل تحفظها أما هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم أكرمها الله فجعل صدورها مصاحف المصحف يحفظ لك مص القرآن الحرفي لكن صدرك يحفظه أداء وتلاوة ومعنى يا إنسان إذن هذا تشريف لهذه الأمة لكن بفضل صيدنا محمد عند الله جعلت صدور أمتك أي إكراما لك أناجير أي مصاحف يقرؤون القرآن ظاهرا أي عن ظهر قلب وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي أي كنزته يوم خلقت العرش أولعت في هذا السر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كنز لسيدنا محمد وأمته صلى الله عليه وسلم وهذه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إنسان هذه المركبة الخاصة من مركبة التوحيد الخاص القول بها والتحقق بها وفهم بعناها فهذه لها معاني كبرى ولها قوة كبرى ولها ما لها يا إنسان هذا كنز كنزه ضالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتبع سيدنا محمد ينالون الكرام والفضل من بحر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن قال لما فرغت من أمر السماوات والأرض إذن ليلة المعران كان فيها انكشاف كبير واطلاع واصع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشف لنا عن العوالم كلها وهكذا وأخبر عنها وهذا أقوى حج يا إنسان يعني لقد جاء الخبر والبرهان وجاء خبر القرآن أن هناك سماوات وسدر وجنة ونار وعرش وكرسي وملائكة وعوالم ولكن قد تقول أنت في نفسك من الذي راح وكشف ورأى وجاء وخبرنا فقد تقول في نفسك إن القضية ما حدا لا راح شاف ولا حدا خبرنا قل له لا لا تقول هذا المقال ما حدا راح شاف ولا كشف لا إذا كنت أنت ما رأيت هناك من هو أوسع رؤية منك يعني إذا أردنا نحن الآن نرسل نرسل إلى تلك العوالم من فيه قوة ام يراها وكشفها ويطلع عليه وخبرنا تماما لمن محتار يا إنسان فقال والله ما محتار إلا رجل يكون صادق أمين قل له يعني صادق أفضدك ما يعني قال لا نحاول يكون أفضدك العالمين قال يكون أحسن أحسن قال له where يكون أفهم العالمين قال يكون أحسن وأحسن قال له when يكون آمن هو أعقل عالمين قال يقول أحسن وأحسن قل له يكون يا إنسان أزكاه أفهمهم وأقواهم وأشجعهم قال أحسن وأحسن قل له من هو هذا هذا الاختار هذا اللي هو أصدق العالم وأشجع العالم وأعقل العالم وهكذا وأطقى العالم وأحكمه وأفهمه وأزكعه من هو هذا بالله عليه هل الذي اتفقت عليه الكريمة ما هذا إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصابق الأمين العاقل الحكيم الذي أصدق القلاه وأعقلهم راح فكشف الأمر فانكشفت له الأمور وعاينها واطلع عليها ببصره وبصيرته وعقله وفهم وزكائه مع قواه وسباته لم يحر ولم يدهش ولم آكد يختل نظام الجسماني ولا الفكر ولا وإنما هو هو كما هو ثم عاد وخبرنا عما رأى إذن كأنك رأيت بل أقوى مما رأيت أنت هذا أقوى من رؤيتك للأمور لأنك ربما ترى بعض الأمور وما يسبب بصرك يا إنسان أنت لو واحد قال لك طلع على الشمس مؤدار عش دقائق بصرك يحترم بتاع الإصافيك إذن يا إنسان أنت ما عندك قوة أما سيدنا محمد ما زغ البصل وما فصل عنده قوة أن يشاهد العوالم وشاهد رب العالمين إذن رؤيته للأمور أقوى من رؤيتك إذن لا كل ما حدراحوا شاه لقد ذهب أفضل الناس وآكل الناس وانكشفت له الأمور ورأى ما رأى وجاء فخبرنا فيجب أن يكون إيمانك يقينيا إيمان كأنه هو العيان بل أقوى من العيان لأن الذي رأى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كما قلنا من جملة حكم المعراج المحمد أن معراجه حجة وقوة لأمته في الإيمان وأنه لا يقول أحدهم ما أحد رأاه فلقد رأى رسول الله الجل والنار ورأى السماوات الملائكة ورأى سبرة المنتهى والكرش والعرش ورأى عالم الأقلام القضاوفة وما هنالك ورأى ما رأى من عوالم وعوالم كما سيأتي كما بهابا إن شاء الله الله صلِّ واتلِّم على سيدنا محمد وعلا آل محمد كما صدق على جرحيم وعلا آل الراهيم وبارك على محمد وعلا آل محمد كما صدق على جرحيم وعلا آل الراهيم من عالمين لنك حميد كما جين عدد قردك ورضاء نفسك وزنك عشك ومداد كلماتك كلما نكرك الداكرون وغفل عن ذكرك الوافلون اللهم صلِّ واتلِّم على سيدنا محمد وعلا آل محمد كما صدق على جرحيم وعلا آل الراهيم وبارك على محمد وعلا آل محمد كما صدق على جرحيم وعلا آل الراهيم من عالمين لنك حميد كما جين عدد قردك ورضاء نفسك وزنك عشك ومداد كلماتك كلما نكرك الداكرون وغفل عن ذكرك الوافلون اللهم صلِّ واتلِّم على سيدنا محمد وعلا آل محمد كما صلِّت على جرحيم وعلا آل الراهيم وبارك على محمد وعلا آل محمد كما صلِّت على جرحيم وعلا آل الراهيم في العالمين إنك حميد مدين عدد حظك ورضاء نفسك وزنك عشك وفي هذا كلماتك كل أعدادك وكالذاكرون وغفل عن ذكركك الخافر لا إله إلا أخوار 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 سيدنا محمد رسول الله حقا وصفا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين الفاتحة 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 إلى حضر السيدنا الشيخ محمد نجيب سراج السين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين الفاتحة بنيك الله من سيدنا الشيخ العافية لأيد وزراح القدرس وأن يبدعوا بالملد المحمد وإنبي مهابا هدي في ذريته وأن يجعله منكم لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين اللهم صل على سيدنا بحمد بن شتاح خزائره اللهم افتح لنا بسيدنا بحمد صلى الله عليه وسلم ما أولق علينا من خزائر أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه اللهم أفض علينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وأسراره وأنواره اللهم عطف علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم واجزه عنا ما هو أهله يا رب العالمين واسعدنا به في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احضر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصلى الله اشتركوا في القناة